بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحباء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته العلماء يعودون لمبدأ النبي الذي قال فيه فمن رغب عن سنتي فليس مني فنجدهم يقولون ويعترفون أن الزواج هو الأفضل الحالة المثالية للإنسان ليعيش حياة صحية ويعيش عمر أطول أن يمارس الزواج بعقد ويشكل أسرة ولا يلجأ إلى ما يسمى بالزواج البديل أو زواج المثليين أو يعني يتخذ صاحبة مثلا من دون عقد هذا كله له آثار ضارة جدا أيها الأحبة عليهم على الرجل والمرأة وعلى الأولاد فيما بعد الحقيقة أيها الأحبة لقد بدأت أولى سلبيات هذا النظام من خلال رصد العلماء لحالات العنف المنزلي في مقالة نشرت على جريدة ديلي ميل لبريطانيا بتاريخ 19-12-2008 اعترفوا فيها العلماء بأن الزواج أفضل للأطفال يعني هم سبحان الله يعني هكذا العلمانية أيها الأحبة تضع قوانين عشوائية بعدما تنتج حالات اكتئاب وانتحار ومشاكل وأضرار يعودوا فيقولوا الزواج هو الأفضل طيب من البداية الإسلام الإسلام يقول لكم الزواج هو الأفضل لماذا تعرضون هذه مشكلة الزواج ينعكس بشكل أفضل كما يقول الخبراء على الأطفال والعلاقات الزوجية الأكثر استقرارا تعطي أطفالا أكثر ذكاءا وأكثر إبداعا وأكثر استقرارا أيضا وأكثر بعدا عن الجريمة لقد وجدت هذه الدراسة أن 70% من المجرمين في أمريكا طبعا يأتون من بيوت غير شرعية 70% بل أكثر من المجرمين ومحترفين الإجرام يأتون من بيوت غير شرعية لماذا أيها الأحبة لأن رابطة المودة والرحمة لم تحدث لا تحدث إلا بعقد عقد الزواج هو الذي ينشئ المودة والرحمة لذلك الله تعالى عندما قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها شرط الزواج أن يكون عقد عقد بين الرجل والمرأة غير محدد بأجل غير محدد بأنه ينتهي بعد كذا أو كذا لا هو الزواج ينوي فيه الزوج أن يعيش حياة زوجية كاملة عندما يفكر كلا الطرفين بالاستقرار والمودة والرحمة نجد أن هذه المودة والرحمة تنشأ بسرعة بينهما وتنعكس على الأطفال لذلك أيها الأحبة يعني مثلا في القرآن الكريم وقلنا يا آدم اسكن أنت لم يقل أنت وحواء لا أصلا اسم حواء لم يذكر في القرآن اسكن أنت وزوجك الجنة إذن أول عقد زواج كان بين سيدنا آدم وأمنا حواء عليهما السلام يعني الزواج هو ليس سنة نبوية فقط هو سنة إلهية منذ أول مخلوق أول مخلوق خلقه الله سيدنا آدم جعل الزواج سنة إلهية له اسكن أنت وزوجك الجنة وقال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون لذلك نحن عندما نرى في الغرب التفكك الأسري الجرائم نرى الاكتئاب الإضطرابات النفسية عندما ندرس هذه الظاهرة نجد أن السبب هو نسبة الذين يتزوجون قليلة أكثر من أربعين بالمئة في الولايات المتحدة يمكن أن نقول عنهم أولاد زنا أربعين بالمئة من المواليد الجدد يأتون لأمهات غير متزوجات وهؤلاء يخرج منهم المجرمون لماذا؟ لأن الحياة الزوجية غير مستقرة وغير مرتبطة إذن نحن نقول للعلمانيين لمن ينادي بالمساكنة والمصاحبة والشذوذ نقول له العلماء يقولون إذا أردت أن يكون لديك مجتمع أفضل مجتمع خالي من الجريمة ينبغي أن تلجأ إلى الزواج العلاقات المساكنة وغيرها هذه تؤدي إلى أولاد غالبا ما يكونوا مجرمين إذن اختر أي نظام تريد ولكن قبل أن تنتقد الإسلام ينبغي أن تدرس هذه الحقائق العلمية وتعلم أن الزواج الذي أقره الله وأقره النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل للرجل والمرأة وللأولاد وللمجتمع نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات وإلى لقاء قريب إن شاء الله نستكمل هذا الموضوع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا